أحبائي نحتاج إلى حكمة سماوية مش كل شيء رح نفهمه في هذه الحياة ولا إنه أدعي الفهم الكامل في هذا الموضوع ولكن أقول أحبائي ثق بمحبة الله ثق بصلاح الله ثق إنه الله معك حتى في وسط أتون النار كما كان مع الفتية العبرانيين الثلاثة في أيام دانيال ثق إنه كما مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصدهم ثق إنه الله بهم أمرك أحيانا يقول الكتاب أضيق عليهم لكي يشعروا إذا الإنسان ركب زمام يعني أمره وفلتت الأمور معاه وعاوز يعيش لشهواته عاوز يعيش لذاته وعاوز كما قال أيوب في القديم أو في سفر أيوب أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر عم ترفض الله عم بتمارس كل أنواع الخطية وعم ترفض الله الله في يعني بعد ما أعطاك الإنذارات الكثيرة ممكن يسلمك أو يسلمنا ما يسمى إلى ذهن مرفوض لأنه خلاص الإنسان يصل إلى حالة التقصي بيفقد الحس أو الحساسية ولكن من نعم الله أنه أرسل الروح القدس فالروح القدس هو الملازم ولكن في نفس الوقت هو الذي يبكت أيضا على خطية فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم نعم قال يسوع مش وعد بطريق مفروش بالورود قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم نحن في حمى إله منتصر الرب يسوع الذي جرد الرياسات والسلاطين الإله الظافر المنتصر الذي هزم الموت وصرع أهوال الجحيم وهو الإله الحي الذي قام من بين الأموات ووعدوا أنه معنا إلى أبد أو معنا إلى مجيء ثانية ومعنا حتى يقودنا في غربة هذه البرية لا ولن يتركنا هذا بيقودني إلى مسؤولية مهمة جدا علي أن أعترف بخطيتي أن أتوب عنها وأتركها أن أرجع إلى الله الإله الحي وكلمات بسيطة هي أربع كلمات اللهم ارحمني أنا الخاطئ توج يسوع على قلبك وحياتك رب ومخلص وهو يأتي إلى حياتك من الأسهل تعيش مع يسوع حتى في الوسط المصاعب منك تعيش بنفسك وبقوتك الذاتية ربنا يباركك